هو أنا المفروض ينفع كمزيعة أسأل سؤال يعني إيه أخلاق؟ آه طبعاً ده السؤال بقى الأصلي يعني خلينا دايماً لما نعطل في أي مشكلة نردها لأصلها إيه هو الأخلاق؟ إيه هي الأخلاق؟ الأخلاق دي مجموعة من القيم والمبادئ استلح عليها الناس وقالوا إن ده فعل خير وإن ده فعل شر وبعدين جات الأديان أكدتها وبعدين الناس تعاملت بيها فوجدت منها الصالح واللي مش صالح قوميته بعد كده فبقى خلق قوين تمام كويس؟ هي دي الأخلاق إزاي؟ إزاي نتعامل مع بعض سلوكياتنا في التعامل مع بعض دون أن نؤذي أحد أن نتنمر على أحد أن نقهر أحد أن 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 من ضمن كل يعني حطي فيها كل المسابق والمسالة إحساس اللي هو أنا بخرب بس يعني أنا يعني الإحساس التخريب ده جايله من إيه؟ جايله من الفراغ الفراغ طول ما هو برافو علي ما عندوش عمل ما عندوش حاجة يعني طول ما هو ما تعلمش صنعة ما تعلمش ما تعلمش حاجة خذ يبالك ممكن نعلم الولد مزيكة ونعلمه رياضة ونعلمه صنعة ونعلمه وأنا بكلمك بقى من أول يعني الفئة الهاي كلاس اللي هي بتعلم في أندية وحاجات لحد الولد اللي بيروح يتعلم في صالة كمال أجسام وكلهم أبطال في مركز شباب